طلاب العزاء الله يسعد أوقاتكم ويعطيكم العافية وما كنتوا أهلا وسهلا فيكم جديد معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي إن شاء الله أمكمل معكم في هذه الدورة التأسيسية تأسيس لجيل 2007 و2008 هذول الجيلين إن شاء الله مقبلين السنة جاية على مرحلة جديدة اللي هي مرحلة التوجيه مرحلة الثانوية العام الآن جيل 2007 رح يكون التوجيه بالشكل الحالي المعتاد جيل 2008 رح يكون بالشكل الجديد هم رح يكونوا أول ثانوية سنة جاي ولكن الإنجليزي رح يكون من ضمن الامتحانات الوزارية الأربعة اللي رح يمتحنوها في الصف الأول ثانوي الآن بلشت معاكم في هذه الدورة التأسيسية بلشنا في أول ثلاث حصص ونشرتم على اليوتيوب على قناتي على اليوتيوب وأيضا على صفحتي على الفيسبوك وأيضا للمشتركين في بطاقة منصف الأساس هم موجودين نزلوا بايدفولت على البطاقة يعني لحالهم رح يكونوا موجودين في البطاقة في الأسفل الآن في أول ثلاث فيديوهات احنا بلشنا شرح الأشياء الأساسية الأشياء اللي هي مدخل عشان تفهم أنت كيف تكوين الجملة كيف تكوين السؤال شو الأشياء اللي بتحتاجها عشان يعني تكتب جملة صحيحة أو عشان تفهم كيف تركيبة الجملة فإحنا حكينا في المحاضرات السابقة منعيد ومنزيد يعني لأنه هذا الموضوع جدا مهم حكينا أنه الجملة في اللغة الإنجليزية هي تتكون من فهذا التكوين الأساسي والطبيعي للجملة في اللغة الإنجليزية لأن حكينا إحنا يعني في كل جزء من أقسام الجملة إحنا منعوض مكان وأشياء معينة يعني لازم يكون هون في أشياء معينة فبالتالي إحنا حكينا أنه الجملة بدي يكون فيها بالبداية اللي هو السبجكت الفاعل وحكينا بدي يكون فيه عندنا فيرب وحكينا أيضا بدي يكون عندنا إما أوبجكت أو كومبليمنت أحيانا أو ممكن الثنتين مع بعض تمام اللي هي الكومبليمنت نسميها كوم فحكينا أنه هذه الجملة لازم تتكون من سبجكت اللي هو الفاعل وحكينا ما هي أشكال الفاعل ممكن هذا الفاعل أن يرد اسم والأسماء شرحناهم إحنا في الحصة السابقة فحكينا ممكن يجي اسم وهذا الاسم ممكن يكون مفرد وجمع وهذا الاسم ممكن يكون معدود وغير معدود فهذه الشغلات لازم ننتبهلها لأنه حكينا أنه هذا الفاعل لازم يتوافق مع هذا الفعل يعني لما يكون هذا الفاعل اسم مفرد لازم يكون هذا الفعل إليه شكل معين لما يكون اسم جمع إليه شكل معين لأن ممكن الفاعل هذا يجي أشكال أخرى ممكن يجي ضمير وهو موضوع درسي اليوم اللي هو عن الضمائر فممكن أيضا يجي ضمير ممكن يجي أشياء ثانية برضو تحدثنا عنها في الحصص السابقة الفرب الفعل هذا إحنا رح نخليه لحصص خاصة فيه رح نحكي عن الأفعال بشكل عام بالنسبة للأوبجكت قلنا الأوبجكت من أشكاله اسم اللي هي الأسماء شرحناها في الحصص السابقة وأيضا ممكن هذا الأوبجكت يكون ضمير والضمائر اللي إحنا بنا نشرحهم في درس اليوم بعد ذلك الكمبليمنت حكينا تكملة الجملة ممكن نكملها بشغلات مختلفة شبه جملة أو مكان زمان إلى آخره أو ممكن ظرف تكراري إلى آخره فهذا الترتيب الطبيعي أو المنطقي للجملة في اللغة الإنجليزية الآن حكينا مكان السابجكت ومكان الأوبجكت ممكن نستخدم ضمائر والضمائر اللي إحنا نتحدث عنها اللي هي البرونونز اللي هي الضمائر في اللغة الإنجليزية في عنا أنواع مختلفة من الضمائر في اللغة الإنجليزية لكن البهمنا نتحدث عن ثلاث أنواع أساسية ووضعت لكم إياهم في هذا الجدول الآن الضمائر الأساسية اللي إحنا نتحدث عنها اللي هي ضمائر الفاعل اللي بستخدمها مكان الفاعل يعني مكان أول كلمة في الجملة وأيضاً ضمائر المفعول به هاي بستخدمها مكان المفعول به مكان المفعول به اللي هو الكلمة اللي بتيجي بعد الفعل وأيضاً في عنا ضمائر اللي هي التي تدل على الملكية هاي الضمائر في لها يعني كلام معين هذه الضمائر لازم يجي بعدها دائماً اسم الضمير زائد الاسم ممكن أنا أستخدمه مكان الفاعل وممكن أستخدمه مكان المفعول به طيب خليناً نبلش أول شي به ضمائر الفاعل هذا القسم أو هذول الضمائر هذول الضمائر أنا بستخدمهم مكان الفاعل فإحنا لما حكينا أن الجملة تتبلش بالsubject اللي هو الفاعل تمام حكينا أن هذا الفاعل ممكن أنه أستخدم مكانه اسم وهذا شرحناه وممكن أستخدم gerund وممكن أستخدم positive adjective زائد noun وممكن أستخدم ضمير تمام؟ هذا الضمير هون اسمه ضمير فاعل لأنه في عندي ضمائر أيضاً ضمائر مفعول به ضمائر ملكية فهون لازم أفرك هذا الضمير اللي بدي أستخدمه هون اسمه ضمير فاعل هذول هم ضمائر الفاعل الآن ضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية I هذه بستخدمها للمتكلم أنا لما بدي أحكي عن نفسي بستخدم I تمام؟ بمعنى أنا بمعنى أنا تمام؟ الآن U هاي بستخدمها للمخاطب تمام؟ طبعاً هون U هذه تشمل جميع أنواع المخاطب أنا ممكن أخاطب أكثر من شخص ممكن أخاطب شخص واحد يعني ممكن أخاطب مذكر مفرد أنت أو ممكن أخاطب بنت أحكي لها أنتي أو ممكن أخاطب اثنين بحكي لهم أنتما أو ممكن أخاطب مجموعة من الذكور أحكي لهم أنتم أو ممكن أخاطب مجموعة من الإناث أحكي لهم أنتنا فإذن U تشمل جميع ضمائر المخاطب اللي هو أنت، أنت، أنتما، أنتم وأنتنا فإذن U هذه بتعود على أكثر من شخص ممكن أنت، ممكن أنت، ممكن أنتما، ممكن أنتم أو أنتنا تمام للبنات الآن الويهاي هي بمعنى نحن هذين يكونوا متكلمون، يعني مجموعة من الناس يتحدثون عن أنفسهم فلما أنا أستخدم WE، تمام؟ WE ARE لما أنا أستخدم WE، هون أنا كأني بحكي أنا وإنتوا مع بعض تمام؟ WE، أنا معكم تمام؟ فالمتحدث هو مع المجموعة نحن، كلياتنا WE، WE يعني أنا وإنتوا، هيك أحفظوها طيب، THEY بمعنى هم، تمام؟ هذه THEY نستخدمها لالغائبون يعني مجموعة من الناس الغائبون هي، هذه بأستخدمها للمذكر العاقل المفرد وشي للمؤنث العاقل المفرد التهاي بأستخدمها لغير العاقل المفرد، تمام؟ فإذن هذول اسمهم ضمائر الفاعل I، You، We، They، He، She، It ممتاز فأول شيء تعرفنا إيش هم ضمائر الفاعل ومعانيهم لإيش بيعودوا هذول الضمائر يعني بدل إيش أنا باستخدمهم لأن الفكرة، وين؟ الفكرة أنا لما يكون في عندي اسم تمام؟ مكان الفاعل أنا بحط الاسم زي ما هو مثلا محمد، سلمة، جوردن، عمال إلى آخرين زي ما شرحنا بالأسماء الضمير هو عبارة عن كلمة أنا بعوضها مكان هذا الاسم إذن بدل ما أحكي أنا هذا الاسم بحكي الضمير تبعه الضمير المناسب تبعه فبالتالي بدل ما أحكي مثلا علي sleeves early بدل ما أحكي علي ببدله بالضمير المناسب إيش ضمير الفاعل المناسب؟ أول شي طلع علي، شو مكانه؟ مكانه فاعل، أول كلمة في الجملة فبدي لما أستخدم ضمير بدي أستخدم ضمير فاعل وليس ضمير مفعول به أو ضمير ملكية فبالتالي بدي ضمير فاعل أستخدمه بدل علي علي مذكر، مفرد، وعاقل فضمير المناسب اللي أستخدمه اللي هو هي بقدر أحكي he sleeves early he sleeves early أو علي sleeves early فهمتوا الفكرة؟ فإذا الضمير هو كلمة أنا ببدلها باستخدمها مكان اسم أنا باستخدمها مكان اسم، تمام؟ هذه كمان معلومة لازم نعرفها طيب، المعلومة الثانية، المعلومة الثانية وهي معلومة ضرورية أنه هذول الضمائر، تمام؟ هذا الضمير اللي هو ضمير الفاعل أو ضمير المفعول به إلى آخره هذا الضمير ممكن يكون ضمير مفرد وممكن يكون ضمير جمع وهاي شغله مهمة جداً، ليش؟ لأن احنا حكينا أنه هذا الفاعل لازم يتوافق مع الفعل اللي بيجي بعديه لاحظ هون علي، تمام؟ لاحظ هون علي، هذا علي اسم، وهذا الاسم مفرد، صح؟ لما حكينا بالأسماء، تقدروا ترجع ولاحصة الأسماء، حكينا الأسماء ممكن تكون مفردة وممكن تكون جمع هذا علي مفرد، وهذا الضمير مفرد أيضاً، اللي هو بدلناه مكان علي الآن، شوف الفعل هون، الفعل اللي هو sleep، تمام؟ شو عملنا فيه؟ ضفنا له اس، غيرنا عليه، ليش؟ عشان لازم نعمل توافق، لازم نعمل توافق بين الفعل والفاعل هذه قلنا عنها في الحصل السابقة، أنه لازم يصير فيه إشي اسمه subject verb agreement subject verb agreement أن يتوافق شكل الفعل مع شكل الفاعل، شكل الفاعل يعني مفرد وجمع لازم يتوافق الفعل معه، فالمفرد فيه هناك شكل معين للفعل، الجمع فيه هناك شكل آخر للفعل، تمام؟ فبالتالي مثلاً هون هذه الجملة، جملة في المضارع، وفي المضارع، تمام؟ قاعة المضارع وهذا إشي يعني بدي أحكي لك يا مسبقاً، المضارع دائماً حسب الفاعل، لما يكون الفاعل مفرد، شو بعمل؟ بضيف له الفعل اس أو اس فلاحظوا، عشان نعمل توافق ما بين الفاعل المفرد مع الفعل، لازم أضيف له اس أو اس زي هون علي sleeves، ضفنا لها اس، عشان نصير المتوافقات مع بعضهم البعض، زابطات مع بعضهم البعض قواعدياً ولما يكون جمع في المضارع، الفعل يبقى مجرد كما هو، يعني لو كان هذا الفاعل هون بدل علي مثلاً علي عند أحمد، هون صاروا جمع، فهون لما يكون علي عند أحمد، الأس هاي بدي أحذفها، لازم أخلي الفعل مجرد، تمام؟ هذا في المضارع لأن في الماضي فيه هناك شيء، في المضارع المستمر شيء، في المضارع التام شيء، في الماضي التام شيء، في المستقبل شيء، وهكذا فلازم أعمل أنا توافق هذا التوافق لازم أعمله بين الفاعل والفعل فبالتالي زي ما هو الأسماء في منها مفرد جمع أيضا الضمائر في منها مفرد جمع الضمائر المفرد اللي هم هي وشي وإت وضمائر الجمع اللي هم آي ووي ويو ودي هذول اسمهم كله هم ضمائر الفاعل اللي حكينا عنهم قبل شوي ضمائر الفاعل المفردة اللي هم هي وشي وإت ضمائر الفاعل الجمع اللي هم آي ووي ويو ودي هذا الشيء تكرر معاكو كثيرا ولكن ومع ذلك يعني هو بتكرر دائما في كل الصفوف ومع ذلك بتلاقي فيه طلاب بغلطه فيه دائما الجماعة الخير هي وشي وإت مفرد آي ووي ويو ودي جمع تمام؟ رح يجي طالب يقول لي طب أستاذ يو ممكن تعود على واحد لأن احنا حكينا يو هذه مخاطب لأكثر من واحد طيب حتى لو عادت على واحد خلص يو قواعديا تعامل معاملة الجمع في جميع الأحوال هم هيك بالقواعد تعامل دائما معاملة الجمع فاليو بتأخذ آر لا تحكي لي يو إز ما بزبط تمام؟ يو لأنها جمع بتأخذ آر لان بيجي واحد ثاني بيقول لي الآي طب أستاذ الآي طبعا الآي قواعديا هي أشياء تعامل معاملة الجمع في الماضي تعامل معاملة المفرد ننتبه لهذه الشغلة وهذه الأشياء مسبقة احنا رح نحكي عنها بالتفصيل إن شاء الله لما نشرح المادة الآن الآي في الماضي هي بتأخذ was تمام؟ الآي في الماضي دائما بتأخذ was بتأخذ where في حالة واحدة اللي هي if close type 2 اللي هي لما نحكي if I where you اللملم الكلام الآي تعامل معاملة الجمع دائما بتأخذ جمع فبالتالي I مثلا بتأخذ have ما بتأخذ has I have تعامل معاملة الجمع إلا وين؟ إلا في الماضي في الماضي بتأخذ was ما بتأخذ where بتأخذ where بس في حالة واحدة اللي هي if close type 2 تمام؟ هاي الشغلات إن شاء الله رح نشرحها رح نشرحها لاحقا لما نشرح المادة تمام؟ فإذن ضمائر الفاعل همه هو عبارة عن هذا الضمير هو عبارة عن كلمة أنا بعوض ومكان الاسم هذا الضمير ضمير الفاعل ننتبه إحنا نتحدث عن ضمائر الفاعل هذا الضمير ضمير الفاعل هو يقسم إلى ضمير مفرد وضمير الجمع ضمائر المفرد he who she who it ضمائر الجمع I, we, you و they تمام؟ تمام الآن ننتقل على المجموعة الثانية من الضمار مجموعة الثانية اللي هي ضمائر المفعول به هذو الضمار المفعول به أنا من باستخدمهن؟ باستخدمهن مكان المفعول به اللي هو ثالث كلمة في الجملة الكلمة اللي بتيجي بعد الفعل تمام؟ الضمائر همه بالفاعل حكينا I بالمفعول به me وهو نفس الشيء للمتكلم يعني أنا لما بدي أتحدث عن نفسي للمتكلم باستخدم me تمام؟ بمعنى أنا وي نفس الشيء نفس هون هي أيضا للمخاطب بمعنى أنت أو أنتي أو أنتما أو أنتم أو أنتم الآن الأصهاي مكان وي تمام؟ مكان وي بمعنى نحن للمتكلمون مجموعة من الناس تمام؟ أنا من ضمنهم نحن يعني المتحدث من ضمنهم لاحظوهن كنا نستخدم we بالمفعول به نستخدم us الفكرة وين يا جماعة الخير؟ يعني هذول الضمائر لازم يجن أول الجملة أول كلمة في الجملة بعوضهم هذول الضمائر ما بزبط العوضهم أول كلمة في الجملة لأن هن ضمائر مفعول به بعوضهم وين؟ مكان المفعول به اللي هو وين؟ اللي هو الثالث كلمة في الجملة الكلمة اللي بتيجي بعد الفعل تمام؟ بالمفعول به كان they بالفاعل كان they بالمفعول به them اللي هم مغائبون تمام؟ مجموعة من الناس مش موجودين بمعنى هم لأن المذكر العاقل المفرد كنا نستخدم he تمام؟ هون نستخدم him بمعنى هو أو here بمعنى هي أو it اللي هي لغير العاقل تمام؟ لغير العاقل إذن هون مذكر مفرد وهون مؤنث مفرد فإذن him للمذكر المفرد here للمؤنث المفرد و it لغير العاقل هذول اسمهم طمائر المفعول به يعني هذول لازم أعوضهم مكان المفعول به ما بيجوا في بداية الجملة لننتبه ما بيجوا في بداية الجملة تمام؟ طبعا نفس الشيء هون بس خلينا نمسح طبعا هون ضمائر المفعول به أيضا هذه الضمائر في منها ضمائر مفردة وفي منها ضمائر جمع تمام؟ يعني نفس التكسيمة تقريبا لضمائر الفاعل أنه في منها ضمائر مفردة وفي منها ضمائر جمع طبعا نرجع هون على القلم القلم حكينا هون الـ subject دي يجي بعدين يقولنا verb هذا الـ verb متحدث عنه بعدين وهو مدي يجي عندنا الـ object طيب حكينا الـ object في منه أكثر من نوع تمام؟ في منه الـ object أكثر من نوع وحكينا عن الأنواع هاي لما تحدثنا عن الـ object في الحصص السابقة وقلنا هذا الـ object ممكن يكون إيش؟ ممكن يكون اسم ممكن يكون جرند ممكن يكون ضمير تمام؟ يعني ممكن أعوض هون ضمير هاي الضمير اللي بدي أستخدمه هون اسمه ضمير object اسمه ضمير مفعول به فبالتالي ضمائر الفاعل هون ما بدقر أستخدم من هون ضمائر الفاعل باستخدم من مكان الفاعل ضمائر المفعول به باستخدم من مكان المفعول به تمام؟ هذول الضمائر في منهم ضمائر مفرد تمام؟ وفي منهم ضمائر إيش؟ ضمائر جمع ضمائر المفرد تبعات المفعول به اللي هم مهم وهير وإت هذول اسمهم ضمائر المفعول به المفرد ضمائر المفعول به الجمع اللي هم وإيش مي ويو وقص وذن ممتاز؟ ممتاز فأيذن نحاول يعني نسترجع الأشياء السبجكت أول كلمة في الجملة هذا السبجكت ممكن يكون اسم ممكن يكون ضمير إذا كان ضمير بدي أستخدم الفاعل وهذول الضمائر في منهم مفرد وفي منهم جمع زي ما حكينا الفيرب موضوع لحال بس المعلومة اللي حكيناها عن الفيرب هذا أنه أنا بدرس هاي الأشياء وبعرف أنه هذا الفاعل بهمني أعرف سواء كان اسم أو ضمير بهمني أعرف منه أنه هل هو مفرد ولا جمع يعني هاي أهم معلومة أنا بهمني عن الفاعل أنه هل هذا الفاعل مفرد ولا جمع ليش لأنه هذا الشيء بيأثر على هذا الفعل بيأثر على الفعل تمام بيأثر عليه مرات بيضيف له اس مرات بيضيف له آم از آر مرات واز وير وإلى آخره تمام فهاي المعلومة اللي حاليا بدي أكو تعرفوها عن الفعل إنه أنا الفاعل هذا لازم أتأكد هل هو مفرد ولا جمع لأنه بيأثر على الفعل فيما بعد بعد هذا الفاعل ممكن يكون اسم ممكن يكون ممكن يكون ضمير وحكينا عن ضمار الفاعل الابجكت اللي هو المفعول به اللي هو بيجي ثالث كلمة في الجملة اللي هي الكلمة اللي بتيجي بعد الفعل تمام هذا المفعول به نفس الشيء ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير حسا إذا كان اسم هذا الاسم ممكن يكون أيضا اسم مفرد وممكن يكون اسم جمع وإذا كان ضمير برضو بدي يكون ضمير مفرد أو ضمير جمع الآن ضمائر المفعول به المفردة اللي هم وهم وهير وئت وضمائر المفعول به الجمع اللي هم ومي ويو واس وذن تمام تمام اتفقنا فهذول ضمائر الفاعل اسم هن وهذول اسم هن ضمائر المفعول به الآن ننتقل على الجزء الثالث اللي هو الباستباجك تفز اللي هي للتعبير عن الملكية طيب هذول الضمائر يعني الشيء اللي بيميزهم وأهم شيء فيهم أنه دائما لازم يجي بعديهم ايش؟ لازم يجي بعديهم اسم لازم يجي بعديهم اسم تمام؟ هذا الاسم اللي أنا بعبر عن ملكيته طيب أنا هذا الاسم بعبر عن ملكيته لمين؟ لا أكثر من نوع تمام؟ أو لا أكثر من ضمير فمثلا إذا استخدمت ماي مع هذا الاسم معناته أنا بعبر عن ملكيتي أنا تمام؟ لهو الشخص المتكلم ملكية الشخص المتكلم يعني مثلا خلنا نمسحهم بالأول ته تمام اوكي الآن الضمير زي مثلا زي ماي تمام؟ اللي هو أول ضمير معنا ماي إذا حطيت بعديه اسم زي بوك مثلا ماي بوك معناته هنا أنا بعبر أنه هذا الكتاب هو ملكي أنا تمام؟ للمتكلم ملكي أنا ماي بوك يعني كتابي كتاب مين؟ يعني كتابي أنا بمعنى آخر كتابي أنا تمام؟ الآن يور هاي بستخدمها للمخاطب تمام؟ للمخاطب يعني أنا لما أقول لواحد يور كار معناها سيارتك سيارتك أنت سيارتك أنت تمام؟ أور هاي للمتكلمون مجموعة من الناس متكلمون بيحكوا عن أنفسهم مثلا أور تيتشر أور تيتشر يعني مدرسنا مدرسنا نحن مدرسنا نحن أور تيتشر الآن لما نستخدم دير هاي نستخدمها للغائبون مثلا دير لما نحكي عن مجموعة من الناس دير مثلا دير فاذر دير فاذر يعني إيش؟ أبوهم 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 هم أوكي؟ اللي هم ناس مش موجودين أبوهم تمام؟ طيب الآن لما نستخدم هاي باستخدمها للمذكر للمذكر فلما نستخدم هاي مثلا مع بوك هاي باستخدم كتابه كتابه هو أوكي؟ هاي للمؤنف تمام؟ لما أقول هاي مثلا كار سيارتها سيارتها هي وإتس هاي باستخدمها لمين؟ لغير العاقل لغير العاقل أوكي؟ فإذا دائما هذا الضمير ضمير الملكية لازم يجي بعديه إيش؟ لازم يجي بعديه إسم وهاي شغلة جدا مهمة بدي يجي بعديه إسم هذا هو مع الإسم مع بعض تمام؟ ضمير الملكية مع الإسم هذول بقدر أستخدمهم أنا مع بعضهم البعض تمام؟ يعني مع بعضهم البعض هذول بقدر أستخدمهم مكان إيش؟ بقدر أستخدمهم إما مكان الفاعل أو مكان المفعول به إذن بقدر أستبدلهم مكان الفاعل أو مكان المفعول به يعني بقدر أبدأ فيهم الجملة أحكي my book my book is blue مثلا كتابي لونه أزرق تمام؟ أو بقدر أحطهم مكان المفعول به مكان المفعول به مثلا I called their father I called their father اتصلت بأبوهم اتصلت بأبوهم فهون حطيتها وين؟ حطيتها مكان المفعول به اللي هو الكلمة الثالثة اللي بتيجي بعد الفعل تمام؟ فبالتالي هذول بقدر أستخدمهم مكان الفاعل أو مكان المفعول به ما يميز هذه الضمائر أنه لازم دائما يجي بعدهم اسم هذا الاسم اللي هو الاسم المملوك يعني لمن تعود ملكية هذا الكتاب مثلا هذا الكتاب لمن الذي يمتلكه لهو my معاته كتابي هذه السيارة هي لك هذا المدرس هو مدرسنا نحن هذا الأب الفاذر هو أبوهم هم تمام؟ فهذول الضمائر تمام لازم يجب عليهم اسم مع بعض بشكل مع بعض أنه بقدر أستخدمهم مكان الفاعل أو مكان المفعول به فهاي المعلومة المهمة عن هذول الضمائر فإذا في هذا الفيديو حتى تحدثنا عن ثلاث مجموعات من الضمائر ضمائر الفاعل ضمائر المفعول به وضمائر الملكية وكلياتهم مهمات تمام؟ طيب من يجي هون مثلا نطبق على الموضوع مثلا مثلا في عنا هون هذه فراغ هذا الفراغ هذا يعني إيش مكانه هون في الجملة تمام؟ ننحدد هل هذا الفراغ مكانه هون لازم يكون فاعل ولا مكانه مفعول به ولا مكانه إيش؟ هذا مكانه فاعل لأنه أول كلمة في الجملة معناته هون أنا بدي ضمير فاعل برو على الخيارات في عندي آي هذا آي ضمير فاعل وفي عندي مي هذا مي مفعول به ضمير مفعول به وفي عندي يور هذا ملكية لازم يجي بعد يو اسم تمام؟ هذا ملكية فإذا هذا المكان هو مكان فاعل معناته مش مفعول به ولا ملكية لأنه لازم يجي بعد يو اسم هون بعد يو آم فاعل ما يجي بعد يو اسم فشو صفو عندي اللي هو آي 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 آم تمام؟ هون هذا الفراغ هو بداية الجملة معاته هو فاعل تمام؟ بروح في عندي شي هذا ضمير فاعل وفي عندي يو هذا فاعل ومفعول به بنفس الوقت تمام؟ وبقدر أستخدم ومكان المفعول به هو مشترك وفي عندي هير هذا ملكية شو لازم يجي بعد يو اسم؟ طب الله هون بزبط كل شي بزبط طيب باجي بتطلع بعد الفراغ شو في عندي؟ في عندي آنت آنت هاي اسم تمام؟ آنت هاي اسم شو الضمير اللي لازم يجي بعد يو اسم؟ اللي هو ضمير الملكية تمام؟ وبالتالي هير آنت هذول مع بعض هير وآنت مع بعض صار نفاعل اثنتين تمام؟ هير آنت عمتها طيب هون برضو الفراغ مكانه مكان فاعل أول كلمة في الجملة وهون يجي بعد الفراغ فاعل هاي المعطيات كلها بتساعدني هذا هي ضمير فاعل ماي هذا ملكية لازم يجي بعد يو اسم تمام؟ وإت هذا ضمير فاعل لغير العاقل طيب هون was a time when I was so happy فأنا اللي بحكي عنه اللي هو time اللي هو الوقت هذا الوقت هو شيء غير عاقل فبالتالي ما بقدر أحكي هي he was a time كان هو وقتا كان هو وقتا هي بتعود على شخص مذكر عاقل بنقدر نحكي هذا الشخص كان وقتا ما بزبط الشيء اللي هو it اللي هو لا بغير العاقل it was a time طيب هون برضو الفراغ مكانه مكان فاعل تمام؟ وهون كان يجا عندي ايش؟ فعل بعدها هذا طبعا ضرف تكراري فهونا فعل ايجا بعدها طيب them هاي للمفعول به ضمير مفعول به we هذا ضمير فاعل we are هذا ضمير ملكية طبعا هون بما انه المكان مكان فاعل مفعول به ما بزبط ملكية ما بزبط اللي بزبط اللي هو ضمير الفاعل we we always help each other هون سؤال لاحظوا هذا صيغة سؤال دائما السؤال يبدأ بفعل مساعد او اداه بعدين فعل مساعد وبعدين لازم يجي فاعل فهون هذا الفراق لازم يكون عندي فاعل بجعل خيارات you بزبط فاعل و بزبط مفعول به him مفعول به فقط his تمام؟ هذا ملكية لازم يجي بعدها اسم فوين ضمير المناسب؟ هذا بزبطوش هذا بزبطوش فقط you did you do it yourself? هون yesterday was wedding university تمام؟ فهذا زي ما شفنا لانه حالة سؤال فهونا استخدمنا you ومكان هي مكان فاعل فاحنا بهاي الطريقة يعني طبقنا على هذه الضمائر عشان نفهم انه هذا المكان مكان فاعل هذا المكان مكان مفعول به ولا نستخدم ضمير ملكية انه لازم يجي بعدي اسم فكان هذا هو درس اليوم شرحنا الضمائر ضمائر الفاعل ضمائر المفعول به ضمائر الملكية بتمنى هذا الشرح يكون مفيد بالنسبة لك وبتمنى دائما تستفيدوا من كل الشروحات والفيديوهات اللي بقدم لك إياها أنا الأستاذ عمر ملكاو إن شاء الله بلتقي معاكم في الحصة القادمة الله يعطيكو ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة